بعد أن أدت زيادة التضخم وارتفاع الأسعار بشكل عام وزيادة الكثافة السكانية بشكل خاص إلى زيادة الطلب على الشقق السكنية ورغم محاولة الحكومة إلى التلويح بفرض غرمات على أصحاب الشقق المغلقة لحل مشكلة السكن إلى أن الطلب على الشقق السكنية في زيادة ملحوظة والذي دفع الكثير من المستغلين لمثل هذه الظروف بالاحتيال على عقود الإيجار طارة وتقديم أماكن للسكن غير مؤهلة للسكن الآدمي طارة أخرى وبين الحاجة الملحة للمستأجر وطمع وجشع المالك تصبح الحاجة لإلقاء الضوء على عقود الإيجار وكيفية التعامل معها ضرورة ملحة أيضا الدكتور بيتكلم عن عقد الإيجار أنه عقد الإيجار بيقول أن عقد الإيجار في العادي هو مدى يعني غير محدد المد حتى بيقول برضو وصل الكلام أن فيه ممكن عقد يتم العقد بالكلام بس شافة هيئة الاتفاق بيننا ونقدر المستأجر يثبت أنه كان بيدفع إيجار وحاكته موجودة يمكن مر عليكم أنت أكتر من مشاكل وكتير من الناس قدمت شكاوي خاصة بموضوع عقد الإيجار ده الأشكال التانية اللي كان بيحصل فيها عمليات النصب اللي مرت على حضرتك تمام هو تكملة للنقطة اللي قالها الدكتور كلاما زي ما هو قال أن فيه بيكون ممكن العقد يكون شافهي وممكن يكون كتابي الشافهي بنقدر نثبته إزاي عن طريق تحويل الفلوس بتاعة الإيجار يعني يفضل أن دايما فلوس الإيجار تتحول عن طريق البنك ويتكتب جنبها أن دوة تحويل الإيجار ففي الحالة دي بنقدر نثبت أن الشخص ده مأجر البيت وقاعد فيه فبالتالي بيكون لي أحقية أنه ممكن يبقات فيه على طول مش لمدة معينة وبعدين يطلع طيب النقطة التانية اللي هو ذكرها الدكتور كلاما ودي نقطة مهمة جدا وبتواجهنا كتير في المكتب هو أن أنت بتأجر بس مش من الشخص الصحيح يعني ممكن يكون الشخص اللي بيأجر لك البيت دوت هو مش من حقه أنه يأجر وإنت معاك عقد والعقد نظامي وبنود العقد الصحيحة مية بالمية والشخص ده موقع لك بس هو مش ملك البيت ولا معطف فويد من ملك البيت أنه هو يأجر لحد تاني ففي الحالة دي بيكون العقد بتاعك غير صحيح باطل لأن أنت مش مأجر من الشخص الصحيح فدي أكتر حاجة بتواجهنا دلوقتي هي أن أنت بتكون ساكن في بيت ما معاكش عقد لي وما معاكش ما يثبت أن أنت بتدفع الإيجار ولا عندك يعني لو حتى بتدفع الفلوس في الإيد ما عندكش شاهد ما عندكش حاجة قوية تثبت أن أنت بتدفع الإيجار ونقطة تانية أن أنت تكون مأجر من الشخص الخاطئ اللي لا يملك البيت ولا يحك له أنه هو يأجر البيت لحد تاني